السلام عليكم البناء بخير لبس عليكم متمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم سوف نحاول باش نوريكم ذو كل الحويج التي كنا نفصلنا لكن فصلت معاكم نحاول باش نصورها نوريها لكم ان شاء الله اذا اول حاجة سوف نبدا بها هي ذو كل القنادرات لقدرت القنادر ديال الميمات اذا انتم ما تشوفوا معايا ها هي ها هي كملتها ها هي الشكل الموجات ها انتم مايا كتتجي مريحة في اللبسة مريحة في اللبسة كتتقدمها قائحة كده اذي الراندة كتجيزوينو ادرتلا هنا ملاقية ودريسة هوا الدريسة ذا ديال القرنفلا اذا انتم مايا أستطيع أن أضعها في الجنة هذه القنادرات المملكة هذه القنادرات المملكة وكل واحدة لديها وممتها ويجعلها لها وعطاها الصحة والسلامة هذه القنادرات المملكة قطع القطع الإفازي اشتركوا في القناة 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 يجب أن يكون لاصق هذا الموضع يجب أن يكون هذا الموضع يجب أن يكون هذا الموضع يجب أن يكون هناك ملاقية كمية سأضغط القميص سأضغط قميص أضغط كما ترى سأضغط قميص نفصل القطور نفصل القطور تركيز 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 كيف تشاهدون صالة جبلية والكميمات سوف ندوزهم بالدبانة وهنا سوف ندير سنينات ديال المعلم هذا الموضيل يجيزوين في جلال بديل البرد إذا هم الموضيلات هذا ما مفصلت معكم تقريبا ولكن لنفس الصالة كلهم ديال اللي هم في صالة جبلية والصفر اللي ديال اللي هجلبها مفصلت لها ضغوة غير الخياطة ومتمنى إن شاء الله تعجبكم ولماذا لا يشتركش في القناة يشترك ويدعمني وله جزيل الشكر